السلام عليكم ورحمة الله نواصل حديثنا عن عمليات الفصل ونتكلم عن عمليات البلورة ذكرنا في المحاضرة السابقة Crystal Size Distribution وعرفنا بأنه Crystal Size Distribution من البروبرتيز الهامة جدا في تحديد وتقييم عملية البلورة Crystal Size Distribution should always provide us with a uniform distribution for the size و a uniform shape for the crystals generated فبالتالي Crystal Size Distribution عبارة عن خاصية هامة جدا جدا لا بد من تقييمها باستمرار من أجل تقييم عملية البلورة السؤال الذي يطرح نفسه كيف نستطيع أن نقيم عملية Crystal Size Distribution الماس بالانس والانرجي بالانس لن تعطينا قراءة مناسبة حول Crystal Size Distribution الـ Conservation Laws لا تنطبق إذا نظرنا إلى التغير في التراكيز أو الارتفاع في درجة الحرارة الـ Heat of Crystallization هذه القراءات لن تعكس لنا معلومات مرضية حول البلورات المتكونة من حيث حجمها وشكلها إذن كيف نستطيع أن نقيم Crystal Size Distribution يتم ذلك بمراقبة Two Main Points النقطة الأولى Nucleation عملية خلق الأنوية في مرحلة تكوين البلورات ثم نمو البلورات إلى حجمها النهائي فقط هذه الخواص التي نستطيع بها أن نقيم Crystal Size Distribution ليس الماس بالانس وليس الأنرجي بالانس وإنما البرث of the new particles ونمو these new particles from the micro to the macro size of the crystals Crystal Size Distribution is only determined by these steps هذه الخطوات اللي هي البرث والغروث تعتمد على Depends on the level of the super saturation of the solution وليس العكس إذن لمراقبة والتنبؤ بأحجام البلورات وأشكالها نستطيع أن نفعل ذلك بمراقبة خلق البلورات وبمراقبة نمو البلورات هذه المعلومات نستطيع أن نتابعها ونراقبها بمراقبة the level of super saturation of the solution طيب السؤال السؤال الهم آخر هو how can we obtain a super saturated solution نتحصل على السوبر saturated solution بواسطة increasing the solubility of the solution كيف نستطيع أن نزيد السوليابيلي لهذا المحلول يتم ذلك ب increasing the temperature of the solution فمعروف بأن معظم ال inorganic salts إذا زدنا حرارة المحاليل التي تذوب بها نستطيع أن نحول هذا المحلول إلى super saturation point أيضا هناك طريقة ثانية لتحويل المحلول إلى super saturation وهي بواسطة ال evaporation ال evaporation يعمل على تقليل السلوشن من حيث ال continuous phase وبالتالي يزيد تركيز الملح المراد بالورط فإذا كان لدي حجم V من السائل أضفنا له وزن WT من الصول إلى أن تحصلنا على saturation level عند تبخير هذا القدر أو هذا السائل وتقليل حجمه سنتحصل على نفس كمية الملح الذائبة في وحدة الحجم من السائل وبذلك نكون تحصلنا على super saturated solution أيضا لدينا بعض المحالين التي لها very high solubility بمعنى كل ما أضفنا إليها كمية من الأملاح تعمل على إذابتها هذا النوع من السوائل نستطيع إننا نقلل زوابانته نقلل قابلته لإذابة المحالين بواسطة adding a third component إذن الطرق الثلاثة المتبعة للحصول على super saturated solution بواسطة increasing the temperature بواسطة evaporating وبواسطة adding a third component